تحزيزاً لروح الألفة والمحبة ومن أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك وبحضور رئيس أركان الفرقة المدرعة التاسعة أقام اللواء المدرعة الخامس والثلاثون مأدبة إفطار لكافة آمري وحدات ومقاتل اللواء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطار توصوم غدا النويت ذهب الضامة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يقيم اللواء المدرعة الخامس والثلاثين مأدبة إفطار للألفة والمحبة والتقرب من الجنود وبهذا الشهر المبارك شهر المغفرة والرحمة نتقرب للجندي نحل نعرف المشاكلة المعانات لكي نوصل إلى مرحلة جيدة وخطوة مثمرة لحل المشاكل من خلال وجودنا مع المنتسبين اللواء في الميادين في ميدان المعركة وفي السلم نهنى العالم الإسلامي بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة على شهر رمضان هذا الشهر الكريم شهر الطاعة والغفران أقام اللواء المدرعة خمسة وثلاثين بالقيام بمأدبة لأفطار كافة منتسبين اللواء مقر اللواء ووحداته الغاية من عندها لتعزيز الروح المعنوية لأخواننا المقاتلين وتعزيز الثقة فيما بيننا والحمد لله جرت المأدبة وتبادلنا لحاديث اللي كانوا الجنود يطرحوها وهناك روح التآخي بين كل منتسبين اللواء المقاتلون بدورهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لإقامة هذه المأدبة والإفطار الجماعي ترحما على أرواح شهداء العراق والفرقة المدرعة التاسعة معاهدين ببادل الغالي والنفيس من أجل العراق العظيم يقوم اللواء المدرعة الخامس والثلاثون والفرقة المدرعة التاسعة بمأدبة أفطار جماعية للمقاتلين على أرواح شهداء الجيش العراقي والفرقة المدرعة التاسعة واللواء الخامس والثلاثون المدرعة وكما نشكر أعلام مزارة الدفاع بالتقطية وتوثيق هذه الفعالية مبارك للشعب العراقي إن شاء الرمضان الكريم إن شاء الله الأمان على كل العراقيين إن شاء الله قام اللواء خمسة ثلاثين مدرعة التاسعة بمأدبة أفطار بثواب شهداء المدرعة التاسعة اللواء خمسة ثلاثين من مقر اللواء المدرعة الخامس والثلاثون لإعلام مزارة الدفاع صباح الخزعالي ترجمة نانسي قنقر